يعني الواحد في حياتي يعني تحديداً ما كنتش عايش ضغوطات وقلأ زي اللحظات اللي الواحد عايش فيها دي يعني ممكن في مرات قليلة جداً مرة مثلاً متتعلق بمطش مصر والجزائر في 2009 متع السودان الواحد زعل جداً بعد ما يخسرنا من أصعب برضو الفترات مبرات الأهلي والزمالك في نهاية القرن الحمد لله كسبنا ووفقنا في الفوز بالبطولة العشر أو التاسعة تحديداً وكان الواحد على أعصابه جداً النهاردة برضو أول يومين دول بداية من قبل يوم الجمعة اللي فات بتاعة أربعة أيام كده لحد دلوقتي والغاية بكرة بإذن الله الواحد حيفضل على أعصابه ومشدود وبيدعي أن مصر بإذن الله بإذن الله ربنا يرزقها بفرحة كبيرة يا رب بإذن الله واحد أحد ربنا حيفرحنا إن شاء الله برجالتنا اللي حيلعبوا بكرة بالجهاز الفني المميز بالجمهور اللي حيروح الجمهور المصر اللي يعني تقريباً هيكونوا خمس تلاف مشجع زي ما بنسمع فكلها عوامل بإذن الله بإذن الله تساعدنا على أننا نحقق نتيجة تساوي التأهل اللي كسل عالم في قطر السنة دي إن شاء الله تعالى فكلنا في ظهر الرجالة دي كلنا بندعي كلنا مترقبين ومنتظرين هذه المباراة اللي حتكون بكرة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وبإذن الله تسعين دقيقة بس بتفصلنا على الحلم إحنا دلوقتي عندنا الأفضلية إحنا المنتخب المصري كسبنا واحد سفر في مباراة الزهاب الضغوط اتنقلت من عندنا لما كلنا بنلعب على أرضنا وعلى ملعبنا وسط جمهورنا العظيم اتنقلت لمين؟ للمنتخب السنغالي بجمهوره بكل الضغوط أكيد حتكون صعبة جدا جدا عليهم في تسعين دقيقة هما مطالبين فيها أن هما يجيبوا جنين مش جن واحد جن واحد يتعدلوا معنا وكمان إيه؟ مطالبين فيها أن هما ما يستقبلوش أهداف لو يستقبلوا هدف محتاجين يجيبوا ثلاثة فإذن الأفضلية لحد دلوقتي إن شاء الله لنا بس لسه المجهود والمشوار ما خلصش محتاجين شغل ومحتاجين تركيز كبير قوي قوي من اللعيب وأداء رجولي جدا من اللعيب وتركيز من كيروش وجهازه المعاون اللي بنصق فيهم جدا بصراحة والناس أثبتوا كفاء بغض النظر بصراحة لأي حاجة أثبتوا كفاء في مشوارهم لحد دلوقتي مع المنتخب المشوار الوجيز جدا في مدة صغيرة فده